نحن لدينا حالة محابات لذواك الذنوب التي عملناها الآن الذنوب المطلقة أو الذنوب النسبية كلها ننساها شيئاً فشيئاً الذاكرة، طبيعة الذاكرة، راجعوا بحوث علم النفس الأشياء التي النفس تنفر منها تحاول أن تلغيها وتخرجها مثل شيء ما يعجبكم بالغرفة طلعوا بره النفس عندها هذه الحالة كل ذكرة، كل خاطرة مو محبذة لكم النفس لا شعورياً تحاول إلغاءها ولذلك واحد ينساها تماماً أما الأشياء التي تعجب النفس النفس تحاول الاحتفاظ بها فكل واحد مننا، يعني كثير مننا نتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى ولكن عند الحساب واحد يكتشف واقعاً ليش يقولون في كل ليلة حاسبوا أنفسكم؟ أو في كل يوم؟ حتى واحد يعرف من هو؟ ترجمة نانسي قنقر